بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أن تساتر عورتي والمؤمن رواتي والمقيل واثرتي فاغفر لي خطيتي اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمه ويبتدوا بالخير من لم يسأله تفضلا منه وكرمه بكرمك الدائم صل على محمد وآل محمد وغب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا والآخرة اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني به ما فيه ما ليس لك اللهم صل على محمد وآل محمد واعفو عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا ينفدنا إله يا من على فلا شيئا فوقا ودنا فلا شيئا دونا صل على محمد وآل محمد وارحمني يا فالق البحر لموسى الليلة 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 الساعة الساعة اللهم طنر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذاب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب هذا مقام العائد بك من النار هذا مقام المستغيث بك من النار هذا مقام الهارب إليك من النار هذا مقام من يبوء لك بخطيئته هو يعترف بذنبه هو يتوب إلى ربه هذا مقام البائس الفقير هذا مقام الخائف المستجير هذا مقام المحزون المكروب هذا مقام المغموم المغموم هذا مقام الغريب الغريق هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لضعفه مقويا إلا أنت ولا لهمه مفرجا سواك يا الله يا كريم لا تحرك وجهي بالنار بعد سجود لك وتعفيري بغير من مني عليك بل لك الحمد والمان والتفضل علي إرحم حتى ينقطع نفسك إلى الله أي ربي أي ربي أي ربي أي ربي أي ربي أي راب ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي أي ربي وتبدد أوصالي وتناثر لحمي وجسمي وجسدي ووحدتي ووحشتي في قبري وجزعي من صغير البلاء أسألك يا ربي أسألك يا ربي طلة العين والاكتباط يوم الحسرة والندم بيض وجهي يا رب يوم تسود الوجوه آمني من الفزع الأكبر أسألك البشرى يوم تقلب القلوب والأبصار والبشرى عند فراق الدنيا الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياتي وأعده ذخريا اليوم فاقتي الحمد لله الذي أدوه ولا أدوه غيره ولو دعوت غيره لخيب دعائي الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذي الجلال والإكرام ولي كل نعمه وصاحبي كل حسنه ومنتغى كل رغبه وقاضي كل حاجة اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني اليقين وحسن الظني بك وأثبت رجائك في قلبي وأقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا لطيفا لما تشاء الطفلي في جميع أحوالي بما تحب وترضى يا ربي إني ضعيف على النار فلا تعذبني بالنار يا ربي ارحم دعائي وتضري وخوفي وذلي ومسكنتي وتعويدي وتلويدي يا ربي إني ضعيف عن طلب الدنيا وأنت واسع كريم أسألك يا ربي بقوتك على ذلك وقدرتك علي وغنىك عنه وحاجتي إلي أن ترزقني في عامي هذا وشهري هذا ويومي هذا ويومي هذا وساعتي هذا رزقا تغنيني به عن تكلف ما في أيدي الناس من رزقك الحلال الطيب رب منك أطلوب وإليك أرغب وإياك أرجو وأنت أكل ذلك لا أرجو غيرك ولا أفق إلا بك يا أرحم الراحمين أي ربي ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني يا سامع كلي صوت ويا جامع كلي فوت ويا باري النفوس بعد الموت يا من لا تقشاه الظلمات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا يشغله شيء عن شيء أعطي محمدا صلى الله عليه وآله أفضل ما سألك وأفضل ما سولت ألا وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة وغب لي العافية حتى تغنيني المعيشة واختم لي بخير حتى لا تضرني الذنوب اللهم رضني بما قسمت لي حتى لا أسأل أحدا شيئا اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي خزائن رحمتك وارحمني رحمة لا تعذبني بعدها أبدا في الدنيا والآخرة وارزقني من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرني إلى أحد بعده سواك تزيدني بذلك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمّا سواك غنان وتعففا يا محسن يا مجميل يا منعم يا مفضل يا مليك يا مقتدر صل على محمد وآل محمد وكفني المهمة كلا واقضي لي بالحسنة وبارك لي في جميع أموري واقضي لي جميع حوائجي اللهم يسر لي ما أخاف تعسيرا فإن تيسير ما أخاف تعسيرا وعليك سيل يسير وسهل لي ما أخاف حزونتا ونفس عني ما أخاف ضيقا وكف عني ما أخاف غمّا واصرف عني ما أخاف بليتا يا أرحم الراحمين اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا لك حقوقا فتصدق بها علي وللناس قبلي تبعات فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيف قراءة وأنا ضيفك فاجعل قراءة الليلة الجنة يا وغاب الجنة يا وغاب المغفرة ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد